موسيقى مشاهدين أهلا بكم في نشاتكم الاقتصادية والتي نسترد فيها أبرزة وآخرة أخبار الاقتصاد أن تلقت اليوم بمراكش أشغال الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقدي الدولي بمشاركة نخبة من الاقتصاديين والخبراء الماليين من 190 بلد وذلك لمناقشة رهانات الكبرى المرتبطة على الخصوص بسياسات التمويل والنمو الاقتصادي والتغير المناخي وسيمكن هذا الحدث العالمي الذي يعود إلى أرض إفريقية بعد غياب أن امتد لنحو خمسين سنة صناع القرار الاقتصادي والمالي من الوقوف عن كثب على الإنجازات وتقدم الذي حققه المغرب تحت القيادة رشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس في مختلف المجالات وخلال لقاء مع صحفة بمراكر شكدة المديرة العامة لصندوق النقدي الدولي كريستالينا جورجيفان المغرب يعد نقطة مضيئة ومثالا ممتازا يقتدى به بالنسبة لباقي بلدان القرى خاصة في مجال التعليم والبنيات التحتية وبالنسبة للمسؤولة المالية فإن المغرب يجسد هذه المقاومات الثلاثة للتنمية معربة عن أملها في أن تحذو بلدان أخرى حذو المملكة في سعيها لتحقيق الازدهار ومن جهتها كده ولي بنك المغرب عبدالطيف جواهري في تصريح ليصحف عشية انطلاق الاجتماعات السنوية للمنك الدولي وسندوق النقدي الدولي أكد بأن هذه الاجتماعات تمثل فرصة لتسليط الضوء على السياسة الإفريقية للمغرب تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس وضف سيد جواهري في تصريح للصحافة أن هذا الحدث سيتيح لبنك المغرب إبراز أداء نظام البنكي المغربي بإفريقيا والذي انتشر بنجاح خلال العقدين الماضيين وأكد سيد جواهري أن التحديات التي تمثل إفريقيا وبالخصوص مسألة ديون والأمن الغذائي وتغير المناخي ستكون في صلب المناقشات مشيرا إلى أن اختيار المغرب لاستضافة هذه التظاهرة رفعة يشهد على التزام المغرب تجه القرى الإفريقية وفي سياق ضيصلة دعا المشاركون في مائدة مستدلة نظمت بمراكش عشية الاجتماعات السنوية للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي لإصلاحي التمويل العالمي لتحقيق العدالة المناخية بالقرى الإفريقية وأكد المشاركون في هذا اللقاء أن إصلاح التمويل العالمي من شأنه يتمهيد لنظام مالي عالمي جديد عدل ومستدام ويتمشى مع الهدف العالمي المتمثل في الوصول بانبعاثات الغازات الدفئة إلى مستوى الصفر بحلول عام 2050 ومكافحة فقدان التنوع البيولوجي وفي هذا سدد وضح المناصق الوطني لإتلاف المغربي من أجل المناخ والتنمية المستدامة عبد الرحيم كسيري أن الاجتماعات السنوية للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي تشكل فرصة مهمة للمغرب وإفريقيا ومختلف الفاعلين من أجل الدفع نحو إصلاحي التمويل العالمي بما يضمن الرفع من التمويلات المخصصة للتنمية والختام من أرفود حيث عرفت الدورة ثاني عشر للملتقى الدولي لتمور بالمغرب 2023 والتي نظمت من ثلث إلى ثامن من أكتوبر الجاري تحت رعاية سامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس عرفت نجاحا كبيرا وذلك من خلال مشاركة 240 عارضا واستقطاب 88700 زائر وتميزت هذه الدورة التي انعقدت تحت شعار الجيل الأخضر فق جديدة لتنمية النخيل واستدامة الوحط برقم معاملات مميز وبالورشات الموضوعاتية واللقاءات المهنية والأنشطة البيداغوجية فضلا عن حصص لتذوق ومسابقات وحفلات تسليل الجوائز للمشاركين والعارضين هذا ويعتبر الملتقى منصة أساسية لللقاء والتواصل وتبدل الخبرات والتجارة على الصعيدين الوطني والدولي وموعدا مرجعيا بالنسبة للمهنيين المشتغلين في مجال زراعة النخيل المنتجي للتمر نكتفي بهذا القدر مشاهدينا الكرام نلتقي بعد قليل في مجازن لأهم الأنباء في أمان الله